صراحة أنا يوم أمس تابعت كلمة مهمة لنائب شاب من النجف الأشرف ترشح هو للانتخابات العامة عن حركة امتداد اعتمد في ترشيحه على الله سبحانه وتعالى وعلى دعم أهله وناسه من المواطنين من أهلنا الأجلاء الكرام بما يمثل في محافظة النجف الأشرف وأعني النائب الشاب العراقي الأستاذ حميد الشبلاوي أنا صراحة الأستاذ حميد الشبلاوي أتابع بين حين وآخر لكن يوم أمس تابعت لكلمة من خمس دقائق وستة وخمسين ثانية يعني أقل من ست دقائق أو جزبيها كل هموم عوائل السجناء الأبرياء اللي جاي ينتظرون اللي جاي يسألون وين صار قانون العفل عام أو جزلهم يا بصراحة قل لهم يا جماعة هذا واقع الحال وهذه حقيقة الأمر وهذا دوركم اللي لازم تستمرون عليه وهذا المفصل المتعلق من انتخاب رئيس مجلس النواب وهو استحقاق لأهل السنة والجماعة من يمثلهم في البرلمان اليوم وعلى رأسهم أنا أقولكم يا تتعرفهم حزب السيادة والأحزاب الأخرى هم الآن يمثلون أهل السنة والجماعة في البرلمان وهذا حقهم واستحقاقوا بأن يكون رئيس البرلمان منهم فقال استكمال هذه النقطة واختيار رئيس جديد اللي هو استحقاق لأهل السنة والجماعة واستمرار دوركم هو الذي يستطيع أن يخلق جو عام ورأي عام بضرورة إنجاز ملف قانون العفل عام أنا شخصيا أشكر الأستاذ النائب الشاب حميد الشبلاوي نيابة عن عوائل السجناء الأبرياء كافة بل نيابة عن السجناء الأبرياء الذين ينتظرون إنصافهم هذا الموقف لله بوركتم استاذ حميد الشبلاوي على هذا الموقف الوطني الذي حقيقة أنا شخصيا أدعوك أن تكون ضيف برنامج استوديو التاسع لأن هكذا شاب عراقي بهذه الرؤية المتميزة وهذا الموقف الوطني علينا أن نفتخر به جميعا